أعطيكم العافية سادس اليوم نحن أسئلة تمارين ومسائل صفحة أربعين لدرس الأسس نرى السؤال الأول سأكتب كل مما يأتي على صورة أسس ألف أكتبهم على صورة أسس أساس وقص وهي القوة يوجد درب تسعة يوجد درب تسعة يوجد حاصلوا في أساس درب تسعة كم مرة مكررا ل Cap 9 اكتب أن أكتبها أبعى المرور السؤال الاساس قص يوجد سؤال ب quf للقوة الخامسة تفقد معناته خمسة لأي عداد للسبعة والتعاش ليت حطت الخمسة فوق لأنه حكيه لقوة الخامسة عرف للقوة عرف للخمسة إنها القوة والقوة دائما حكينا بتكون فوق طيب رقع في رعجيم اللي هي سالب تمانية درب سالب تمانية درب سالب تمانية طبعا هم حطيه للسالب تمانية بالأقواس عشان تنتبه للإشارة هون يامس إذا بتلاحظ سالب تمانية كم مرة مكررة؟ مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة خلينا نشوف دال نتبه ما يا على دال دال ثلاثة تمام؟ هون عندي دال مش حاصل ضرب صح؟ بس أنا يامس بعرف إن هالثلاثة إيش مالها؟ عدد أولي يعني يامس لو أجي أحللها عبارة عن تساوي ثلاثة درب واحد هاي ها جرب حللها قسمة متكررة ثلاثة إحنا حكاين العدد الأولي لما أجي أقسم قسمة متكررة طبعا إحنا دائما العدد الأولي ما بنحتاج أن نحللها لأنه هي خلاص آخر إشي بنحللها على نفسها صح؟ تقسيم ثلاث ثلاث تقسيم ثلاث واحد هاي هون ستوب تمام؟ إذن يامس بتلاحظ إن هاي تساوي ثلاثة درب ثلاثة عواملها أو لما أجي أحللها اللي هي ثلاث تمام؟ هس يامس هون يا إما بتكتبها ثلاثة قوة واحد درب واحد قوة واحد أو يامس بتكتبها ثلاثة قوة واحد إذا يامس ما بدك تحلل العدد الأولي إذا ما بدك تحلله خلاص أكتب العدد الأولي نفسه ضرب واحد أو أكتبه باستخدام القسم المتكررة اللي هي بيقسم على نفسه فقط معناته يامس عندي الحالتين يامس صحيحات هاي يامس صحيح وهي يامس صح زي ما إنت حاب بس دائما العدد الأولي عشان أسهلك لما أشوفه عدد أولي وبدأ أكتبه على الصورة الأسية أكتب العدد الأولي اللي معطيني إياه نفسه وحط فوقي العدد واحد تمام؟ اللي هيك بيدل على إن هالثلاثة مكررة مرة واحدة اللي يامس الطريقتين صح زي ما إنت حاب بس أنا يامس بحب الطريقة الثانية هسا خلينا نشوف ها سالب 11 درب سالب 11 إذا بتلاحظ عندي السالب 11 مكررة مرتين حطها يامس جوا قوس ليه لأنها كمان السالب مكررة مرتين صح؟ فيمس بنحط القوس عشان أفرجي إنها هاي اللي مكررة مرتين كلها السالب وال11 تمام؟ إذا ما حطت قوس بيبين إنها الاثنين بس لل11 تمام؟ دائما لما يكون عندي القوة عفوا الأساس سالب أنا بحب أنك تحط جوه أقواس تمام؟ هسا خلينا نشوف واو واو إن هي واحد يامس هاي واحد إحنا ما حكينا عنها إنها عدد أولي وبرضو الواحد يامس ليست عدد مركب تمام؟ معنات يامسي الواحد خلاص أكتبها واحد قوة واحد تمام؟ معنات يامسي هنا الواحد ليست عدد أولي وليست عدد مركب فدائما نكتبها واحد قوة واحد هسا يامسي الملاحظة الثاني لما يكون عندي الأساس سالب أنا بفضل إنك تحطه بأقواس لما أجي أكتبه على الصورة الأسية العدد الأولي لما أجي بدي أكتبه على الصورة الأسية أكتب العدد الأولي نفسه أحط فقي الأس واحد تمام؟ هسا يامسي خلينا نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني بحكي لك معطيني أعداد بالصورة الأسية وطالب مني أحسب قيمتها هسا عشان أحسب قيمتها لو نشوف ألف ليه ثلاثة أس خمسة ها يامس يعني إنه معناها إنه الثلاثة مكررة خمس مرات هون يامس عشان نوجد القيمة بنا نضربهم ثلاث درب ثلاث تسعة وهدول ثلاث درب ثلاث تسعة درب ثلاث هون يامسي تسعة درب تسعة واحد وثمانين درب ثلاث ليه تساوي واحد درب ثلاث تلاث ثمانية درب ثلاث أربعة وعشرين إذن ميتين لثلاثة وأربعين تمام؟ هس يامسي نشوف با إذا بتلاحظ با بالفيديو السابق حكيت لك عنها ملاحظة عشرة قوة تسعة هون يامس حكيت لك لما يكون عندي الأساس عشرة ومرفوع لقوة حكيت لك أكتب الواحد دائما لما يكون عندي الأساس عشرة ومرفوع لقوة حكيت لك بنكتب الواحد وبنكتب تسعة أصفار ليه تسعة أصفار لأنه عندي القوة تسعة يعني لو كانت العشرة قوة ثمانية بحط واحد وقدامها ثمان أصفار يعني عدد الأصفار يساوي القوة تمام؟ متى هذا الحكي؟ فقط عندما يكون الأساس عشرة حكيت لك يا هامس في الفيديو الماضي تمام؟ خلينا نشوف جين ليه سبعة قوة أربعة ليه تساوي سبعة درب سبعة درب سبعة درب سبعة نضرب هدول الثنتين ببعض تسعة وأربعين سبعة درب سبعة تسعة وأربعين وهدول تسعة وأربعين اللي تسعة وأربعين درب تسعة وأربعين نضربه مع الجانب تسعة وأربعين درب تسعة وأربعين تسعة درب تسعة واحد وتمانين تسعة درب أربعة ستة وثلاثين زائد ثمانية ليه أربعة وأربعين زائد خلصت من التسعة هسا بجي أضرب الثم الأربعة بنحط صفر تمام أربعة درب تسعة ستة وثلاثين أربعة درب أربعة ستعاش زائد تلاث تسع تعاش وبنجمحهم واحد أربعة زائد ستة عشرة بنحط صفر وواحد بالياد أربعة زائد واحد خمسة زائد تسعة أربعة عش واحد بالياد لتساوي ألفين وأربعمائة واحد تمام دعنا نرى يمس دال دال يمس بحكيلي عشرة قوة عشرة قبل شوية يمس حكينا عنها ملاحظة حكيت لك لما يكون عندي الأساس عشرة باجي بكتب الواحد و الأصفار بكونوا يساوي يساوي القوة يعني أنا هون القوة عشرة لدي أحط 10 أصفار 凌و بتال significant أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لالل بدت İyi 10 أصفار لأني عندي القوة 10 و الأساس 10 يعني في حالة أنه الأساس 10 تمام بحط 1 و بحط الأصفار على عدد القوة يعني القوة 10 بنحط 10 أصفار تمام حس يمس خلينا نشوفها هاي يمس 15 تربيع حكتلكم عنها انو الاثنين بقدر اقرأها التربيع لما تكون القوة اثنين بقرأها 15 تربيع او 15 قسة اثنين او 15 قوة اثنين هاي تساوي 15 ضرب 15 نيجي يمس نضربهم تحت بعض 15 ضرب 15 نضرب الاول ايش الخمسة 5 ضرب 5 25 5 ضرب واحد خمسة زائد اثنين سبعة زائد نحط صفر لانو خلصنا من منزل صح 1 ضرب خمسة خمسة 1 ضرب واحد واحد بنجمحهم 5 سبعة زائد خمسة اثنين واحد زائد واحد اثنين اللي هي 225 طيب واو 38 والقوة عنده صفر حكيت لك بالفيديو الماضي اي عدد مرفوع للقوة صفر دائما الناتج واحد دائما الناتج واحد اذا كانت القوة صفر شو ما كان تحتها الجواب بكون واحد تمام هس يا ميس نشوف سؤال ثلاث سؤال ثلاث بحكي لحلل كل من الاعداد الاتي الى عواملها الاولي طالب مني احللها استا انا عندي طرق تلة التحليل وهو مش محدد له فانت بتختار الطريقة اللي بتحبها الشجرة العوامل او القسم المتكررة بعديها اكتب الناتج بصورة اسس خلينا نشوف ال 45 ال 45 يا ميس اذا حد طريقة الشجرة 45 اللي هي 9 ضرب 5 صح? اذا بتلاحظ انا عندي الخمسة عدد اولي بنحط عليه دائرة بظل عندي التسعة التسعة مركب بدنا نحلله عبارة عن 3 درب 3 معناته التلاتة بنحط عليهم دوائل لانهم عدد اولية اذا يامس اذا بتلاحظ ال 45 تساوي 5 ضرب 3 ضرب 3 اذا بتلاحظ هون انا عندي الخمسة مكررة مرة واحدة فبنحط فوقيها واحد وعندي التلاتة كم مرة مكررة؟ مرتين صح? بس يامس بين الخمسة والتلاتة لازم احط ضرب تمام معناته حطيت الخمسة قوة واحد لانها الخمسة مكررة مرة واحدة وحطيت بناتهم ضرب بعديها روحت على الثلات الثلاتة مكررة مرتين تمام خلينا نشوف يامس التسعين التسعين يامس عبارة عن خمسة واربعين ضرب اثنين صح? او يامس ثلاثين ضرب ثلاثة زي ما انتحب حس يامس الخمسة واربعين عدد مركب لكن الاثنين عدد اول يبحط عليه دائرة اذا بتلاحظ الخمسة واربعين قبل شوي حللتها صح? الخمسة واربعين عبارة عن تسعة في خمسة الخمسة عدد اولي بنحط عليه دائرة صح? بظل عندي التسعة عبارة عن تلاتة ضرب تلاتة تلاتة عدد اولي بنحط عليهم دائرة اذا يامس التسعين تساوي اثنين ضرب خمسة ضرب تلاتة ضرب تلاتة اذا بتلاحظ عندي الاثنين مكررة واحدة مرة واحدة اضع اثنين قوة واحد ضرب خمسة مكررة مرة واحدة بنحط خمسة قوة واحد ما انسى اضع بناتهم ضرب يامس ضرب ثلاثة مرة مرتين حللت التسعين وكتبتها على الصورة القسية دعنا نرى المثلين وستعاش المثلين وستعاش يمس دعنا نقوم بطريقة القسم المتكررة المثلين وستعاش يمس تقبل قسمة على اثنين لانه احدها زوجي اثنين تقسيم اثنين واحد واحد ضرب اثنين اثنين ما ضل اشي تمام؟ هسا بروح الواحد الواحد بقدر اقسمها على اثنين لا ليه لانها الواحد اصغر من الاثنين معناته صفر ليه حطت صفر لانها الواحد ما بوزبط اقسمها على اثنين فانا بحط صفر تمام؟ هسا يمس بتصير عندي الواحد مع الستة بصيره 16 ليه اخدتها لانها الواحد لحالها ما قدرت اقسمها مع الاثنين فباخد محة الستة بس قبل ما أخذ محل 6 يامس بحط 0 ليه 16 تقسيم 2 8 8 دار بـ 2 16 بتعرفوا يامس هاي المية وثمانية لو إجينا ضربناها كلها بـ 2 المية وثمانية لو أجي أضربها بـ 2 لازم يعطيني الجواب 216 معنات يامس هاذا ناتج القسمة وهذا المقسوم عليه وهذا العدد تمام؟ اللي هو المقسوم نفس العملية القسمة بس غير ترتيبها حس يامس المية وثمانية أيضا بتقبل قسمة على 2 الواحد ما بقدر أقسمها على 2 لو حطيت هون صفر لأنها الواحد ما بزبط أقسمها على 2 عادي بس إحنا ما كنا نحطه لأنه الصفر بعد الأرقام ما إلو قيمة حس يامس بأخذ العشرة كاملة عشرة تقسيم 2 5 5 دار بـ 2 10 8 تقسيم 2 4 تمام؟ حس يامس الـ 54 تقبل قسمة على 2 5 تقسيم 2 2 2 دار بـ 2 4 دار بـ 1 نحطهن 1 14 تقسيم 2 7 طبعا السبعة وشرين ما بتقبل قسمة على 2 دعنا نشوفها بتقبل قسمة على 3 7 زائد 2 7 زائد 2 9 9 من مضاعفات الثلاث معناته تقبل قسمة؟ طبعا هسا أنت بتعرف أنها 27 تقسيم 3 كام؟ 9 9 تقبل قسمة على 3 9 تقسيم 3 3 10 ن نستخدم تقسيم 3 أعداد أولي معنا 3 9 تقسيم 2 1 10-17 10-18 11-16 أستخدم aye 11-12 12-12 13-13 13-13 13-13 13-13 top ruler ثلاثة مكررة ثلاث مرات كتبت الـ 216 على شكل صورة قصية دعونا نرى الـ 196 الـ 196 دعونا اقسمها بالقسمة المتكررة الـ 196 يمكنني اقسمها على اثنين لان احدها زوجي لا يمكن اقسمها على اثنين من اخذ 19 كاملة 19 تقسيم 2 ليه 9 صح 9 درب 2 18 كاملة عندي من التسعة طعاش وحدة بنحطها عندي الستة بتصير 16 16 تقسيم 2 ثمانية 8 درب 2 ثمانية طيب حسا 98 ايضا بقسمها على 2 9 تقسيم 2 اربعة 4 درب 2 ثمانية بدل عندي من التسعة واحد بنحطها 18 تقسيم 2 9 إذا بتلاحظي مست 49 ما بقدر أقسمها على 2 خلينا نشوف بقدر أقسمها على 3 9 تقسيم 9 زائد 4 13 13 ليست من مضاعفات 3 فما بقسمها على 3 طيب بقدر أقسمها على 5 لا معناته خلينا نشوف 7 49 تقسيم 7 إيش بعدد بضربه ب7 بيعطيني 49 إذا بتلاحظي مست 7 عدد أولي فبقسمه على نفسه 7 تقسيم 7 1 هات سيمس بتصير عندي 100 96 اللي هي عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 7 ضرب 7 اللي هي تساوي عندي الـ 2 مكررة مرتين يعني 2 تربيع ضرب 7 تربيع طب خلينا نشوف 300 و 43 بدنا نعمل قسمة متكررة طبعا ما بتقبل قسمة على 2 خلينا نجمع أرقامها 3 زائد 3 6 زائد 14 مش من ضعفات الثلاثة طيب خلينا نشوفها بتقبل قسمة على 5 لا ما بتقبل قسمة على 5 لأنه أحدها ليست 5 وليست 0 طيب معناته إحنا خلصنا الـ 2 ما ضبطت خلصنا الثلاثة ما ضبطت خلصنا الخمسة ما ضبطت بالروعة السبعة مش إحنا حفظناهم وحاقيت لك أحفظهم تصاعدي بالروعة السبعة نحن قاعدين بنختار أعداد أولية زي ما اتفقنا هذول أعداد لازم كلهم يكونوا أولية طبعا هسا الثلاثة ما بقدر أقسمها على سبعة بنواخد الأربعة وثلاثين كاملة إيش في عدد بضربه بسبعة بعطيني أربعة وثلاثين أو أقل منها اللي هي ميس ما بزبط للخمسة لأنها خمسة درب سبعة خمسة وثلاثين أنا بدي أقل معناته باخد الأربعة تمام أربعة درب سبعة كام ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين بس أنا هون عندي أربعة وثلاثين كم ضل من الأربعة وثلاثين ستة بحطهم عندي الثلاث فبتصير ثلاث وستين ثلاث وستين تقسيم سبعة يا ميس اللي هي تسعة هاي هات تسعة درب سبعة ثلاث وستين أو بتسأل حالي إيش في عدد بضربه بسبعة بعطيني ثلاث وستين أو أقل منها اللي هي التسعة بالضبط 63 هسه يمس 49 اذا بتلاحظ حللناها هون هيا 49 بتقسمع 7 7 تقسيم 7 اللي هي 1 بوقف تمام هسه يمس اذا بتلاحظ الـ 300 و43 تساوي 7 درب 7 درب 7 اللي هي تساوي 7 نكرر ثلاث مرات يعني 7 قوة 3 وهي كمس بنكون حللنا السؤال الثالث وبعد ما حللناه كتبناه بالصورة القصية تمام طب خلينا نشوف السؤال الرابع السؤال الرابع يمس طالب مني اوجد ناتج ما يلي بس يمس اذا بتلاحظ معطيني اعداد بالصورة القصية واعداد عادية اللي احنا تعلمناهم اللي هي الاعداد الصحيحة هس يمس اذا بتلاحظ انا ما بقدر اجي بالنسبة لألف ما بقدر اجي اللي 4 قوة 2 ناقص 12 ما بقدر يمس اجي اطرح الـ 12 من 4 قوة 2 بدون ما احسبها اول اش يمس بهذا السؤال اوجد قيمة الـ 4 قوة 2 زي ما تعلمنا بالسؤال الثاني اول اشي ايش بنعمل بنوجد قيمة 4 قوة 2 بدي اياها عدد صحيح مش عالصورة القصية يعني لما بدي اوجد نائما لما بدي اوجد ناتج اي اشي بكون مكتوب عالصورة القصية اتعلمنا اني افكها وابطل اكتبها على الصورة القصية واوجد الناتج النهائي صح شو المكصود اني افكها بدها تسير الـ 4 قوة 2 ايش تساوي اللي 4 ضرب 4 صح اللي 4 مكررة مرتين اللي 4 ضرب 4 16 يعني محل الـ 4 قوة 2 ايش الـ 4 قوة 2 تساوي 16 يعني بننزل قيمتها بعد ما حسبتها ناقص 12 يمس بحافظ على الترتيب الـ 4 قوة 2 مكتوبة بالأول قيمتها بكتوبها بالأول تمام طبع هسه يمس 16 ناقص 12 كم تساوي 4 وهيك بكون انا اوجدت الناتج طب خلينا نشوف با با يمس 1300 زائد 2 قوة 7 هسه يمس هون عشان احسبها لازم اوجد قيمة الـ 2 قوة 7 عشان اقدر اجمع الجواب للـ 1300 صح هسه يمس 2 قوة 7 اللي 2 مكررة 7 مرات 2 ضرب 2 1 2 3 4 5 6 7 خلينا يمس اضرب كل 2 مع بعض اللي تساوي 2 ضرب 2 4 2 ضرب 2 4 2 ضرب 2 4 ضرب 2 تمام تساوي 4 ضرب 4 16 و 4 ضرب 2 8 تمام هيك اسهلي باجي بحكي 16 ضرب 8 ليه 8 ضرب 6 48 و 4 باليد 8 ضرب 1 8 زائد 4 12 تمام هسه يمس اذا انت ما عرف تضربها هيك اضربهم تحت بعض عادي عمودي هسه يمس محل لـ 2 قوة 7 ايش بعوض قيمتها اللي طلعت معي اللي هي 128 زائد 1300 يعني هذول يمس بدي اجمعهم عندي 1300 زائد تمام هيرتبتهم تحت بعض ببلش اجمع من الاحد صفر زائد 8 تمانية صفر زائد 22 3 زائد 1 4 هون 1 ما في تحتاج اشي بتنزل 1 اذا الناتج يمس 1428 تمام اذا الناتج خلينا اكتبلكم اياه اذا يمس اذا بتلاحظ انا دائما بحسب بوجد القيمة للعدد المكتوب بالصورة القصية بعدها بحسبها عادي هسه يمس خلينا نشوف في رعجي اللي 900 ضرب 8 ناقص 6 قوة 3 هون يمس اذا بتلاحظ عندي اقواس تمام وعندي هون 6 قوة 3 خلينا اول ايش احسب قيمة 6 قوة 3 هيا يمس معناها 6 قوة 3 ايش تساوي 6 ضرب 6 ضرب 6 اللي 6 ضرب 6 36 ضرب 6 تساوي 6 ب6 36 حطينا 3 باليد 6 ب3 18 زائد 3 اللي 21 اللي هي 216 بنعوض بنزل كل اشي زي ما هو ناقص 216 هسه يمس اذا بتلاحظ عندي طرح وعندي ضرب وهي ضرب جوه الاقواس لمي الاولوية الاولوية ميس للاقواس زي ما تعلمنا بنحط احتهم خط بننزل 216 لانه انا ما بدي اشتغل عن 216 لانه في عملية قبلها هسه يمس اذا بتلاحظ اللي 900 ضرب 8 اللي بالاقواس اللي هي في عملية ضرب بنعد الاصفار عندي صفرين 9 ضرب 8 كام 72 هسه يمس بترحم عادي اللي هي 7200 ناقص 216 انتبه معي هون يمس بدي اطرح الصفر ناقص 6 الصفر ما بيصير اطرح منها 6 فبروح استلف بتروح على الصفر اللي جنبها الصفر اللي جنبها ما ما حتعطيها فالصفر بتروح بتستلف عشان تسلفها بتصير هاي لتنين ايش واحد وهي بتصير عشرة لما صارت عشرة يمس بصير تقدر تسلفها فبتصير تسعة وهي بتصير عشرة تمام حس عشرة ناقص 6 4 9 ناقص 1 8 1 ناقص 2 ما بيصير بتروح بتستلف السبعة بتصير 6 والواحد بتصير 11 11 ناقص 2 9 تمام اذا الناتج يساوي هاي المقصود في جد ناتج كل من ما يلي تمام لما أشوف عدد المكتوب بالصورة الأسية باجي يمس بحسب الصورة الأسية وبعوض محلها الناتج اللي طلع معي وبعضيها بجري العملية الحسابية عادية حسب الأولويات إذا كان في عندي أكثر من العملية الحسابية خلينا نشوف فرع دال دال يمس بحكيلي 8 تربية ضرب 2 تكعيب ضرب 3 تربية هون يمس كل رقم بدي أحسبه لحال خلينا أحسب لك إياهم هون 8 تربية اللي هي 8 درب 8 اللي هي تساوي 64 هاي 64 تنزل الضرب 2 تكعيب اللي هي 2 درب 2 درب 2 اللي هي تساوي 2 درب 2 4 4 درب 2 8 3 درب تربيع اللي هي 3 درب 3 اللي هي تساوي 9 تمام هس إذا تلاحظ عملية الضرب عملية تبديلية يعني بتقدر تضرب 64 مع 8 والناتج تضرب بشو بتسعة أو بتقدر تضرب 8 ضرب 9 وبعدها الناتج تضرب 64 8 درب 9 لي بناسبك 3 احنا اخذنا في خصائص الضرب لأنه عملية تجميعية يعني بقدر هذول الاثنين اجمحهم مع بعض ذكرين خليني اضرب 8 درب 9 يجب ان نضرب او شوية اولويات عادي يجب ان نضرب او اولويات او اولويات عادي نضع 0. لا تنسى. 7 x 4. 28. 8. نضع 2 باليد. 7 x 6. 7 x 6. 42. زائد 2. 4. 8. 2 زائد 18. 1 باليد. 4 زائد 1. 5 زائد 1. 6. هون عندي 4. اذا الناتج يساوي. تمام. لو اجيت دربت 64 درب 8 والناتج دربت 9 لازم يطلع نفس الناتج. وتذكر انها عملية الضرب عملية تبديلية وايضا عملية تجمعية. تمام. حسا يا ميس خلينا نشوف السؤال الخامس. السؤال الخامس يا ميس انت لما تكبر شوي راح تصير تأخذ أمثلة مشابهة إلو راح نصير نسميها الأنماط في السنوات الجاي ان شاء الله. حسا يا ميس بحكي لهذا السؤال تتكون لوحة الشطرنش من 64 مربع. أنا هاي عندي لوحة شطرنش. بتعرف انت لوحة الشطرنش مقسمة إلى 64 مربع. بتعرف انه في منهم لونه أبيض وإشي أسود. تمام. نفرض لهم 64. حسا بحكيلي إذا وضعت حبة قمح في المربع الأول. استني. المربع الأول. حط في يمس حبة قمح واحدة. يعني واحدة. المربع الثاني. حط في يمس حبتان. اثنين حبتان قمح. المربع الثالث. حط في يمس أربع حبات. تمام. في المربع الرابع. حط عندي يمس ثمن حبات. عبر عن عدد حبات القمح. انت يمس بس تكبر شوي. راح تلاحظ انه أنا عندي هاي الأعداد عبارة عن. الاثنين ومرة ربعتها. مرة كعبتها. ربعتها يعني حطتها قوة اثنين. الاثنين لما كعبتها المقصود فيها كعبتها. انت لسه ما أخدتها. اللي هي اثنين قوة ثلاثة. قبلها من وين إجت الواحد. اللي هي اثنين قوة صفر. مش إحنا حكينا أي عدد بيجي بتكون قوة صفر بيكون الجواب واحد. معناته يا ميس هون المسألة هاي بدها تجريب. تمام؟ انت راح تكتشف انه كمان شوي لما تصير تاخد المربعات الكاملة والمكعبات الكاملة بالدروس الساب الجاي ان شاء الله. راح تصير تعرف انه هاي اللي اثنين من وين إجت؟ اثنين قوة واحد. لأنها اثنين قوة واحد تساوي واحد. طب هاي الاربعة يا ميس من وين إجت؟ اللي هي اثنين قوة اثنين. لأنها 2 قوة 2 يعني 2 ضرب 2 أربعة طيب الثمانية من وين إجت اللي هي 2 قوة 3 اللي هي 2 ضرب 2 ضرب 2 تساوي ثمانية طيب من وين إجت الواحد اللي هي 2 قوة 0 إحنا حكينا أي عدد مرفوع للقوة 0 يساوي إيش واحد طيب إحنا لما كان الجواب يساوي واحد هاي حكينا جوابها إيش يساوي واحد صح؟ هيها طلعت واحد هاي كانت بأي مربع بالمربع الأول هون الاثنين قوة واحد إيش كانت بأي مربع الثاني الاثنين قوة 2 جوابها أربعة هون جوابها اثنين هاي يمس الاربع كانت في المربع الثالث هون يمس اثنين قوة ثلاثة جوابها ثمانية هون يمس بالمربع الرابع تمام؟ طيب إذا بتلاحظ هون عندي المربع واحد كانت القوة صفر المربع الثنين دائما إذا بتلاحظ اثنين يعني هون يمس اثنين قوة أربعة أنا بعرف إنها بالمربع الخامس تمام؟ هون اثنين قوة خمسة بعرف إنها بالمربع السادس شوف إذا بتلاحظ دائما اثنين 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 بس يمس هون القوة شو علاقتها بالمربع؟ إذا المربع الأول بتكون القوة صفر إذا المربع الثاني بتكون القوة واحد يعني القوة أقل من رقم المربع بواحد لو كانت عندي المربع مثلا العاشر المربع العاشر إيش هتكون؟ اثنين بس بما إنه هون المربع العاشر هتكون هون تسعة لأنه دائما القوة أقل من رقم المربع بواحد هون ستة خمسة خمسة أربعة أربعة ثلاثة يعني العلاقة بين رقم المربع والقوة أقل منها بواحد طب لو هاي بالمربع العاشر طالب مني طلعت معي اثنين قص تسعة أو قوة تسعة طب لو طالب مني أيضا المربع الرابع والستون المربع الرابع والستون اللي هي اثنين حكيت لك بتكون الاربع وستين هتكون القوة أقل منها بواحد اللي هي ثلاثة وستين إذن رقم المربع تمام أقل منه بواحد بتكون هي القوة طيب لو كان عندي المربع عشرون هتكون عندي اثنين حكينا رقم المربع ناقص واحد بساوي القوة يعني القوة أقل من رقم المربع بعشرين هو طالب المربع رقم أربعة وستين ايش الصورة القصية لعدد حبات القمح اللي بتكون موجودة عليه وللمربع عشرين ايش الصورة القصية لعدد حبات القمح والمربع عشرة كذلك يعني المربع عشرة حتكون اثنين قص تسعة المربع أربعة وستين حتكون اثنين قص تلاثة وستين المربع عشرين رح تكون اثنين قص تسعة تعاش لو طالب مني مثلا المربع هم بس أربعة وستين مربع صح لو طالب مني مثلا المربع خمسة وعشرين كم حب بتقمح هتكون عليه بالصورة قصية باجي بحكي اثنين دائما الأساس اذا بتلاحظ اثنين القوة بتكون أقل من المربع بواحد هذا المربع خمسة وعشرين رقمه خمسة وعشرين هتكون هون أربعة وعشرين عرفنا كيف الفكرة يعني شو علاقة دائما الأساس اثنين شو علاقة الأساس برقم المربع أقل من نب واحد خمسة وعشرين رقم المربع معناته القص أربعة وعشرين صف المربع واحد القص أقل من نب واحد ايش اللي أقل من الواحد صفر تمام المربع اثنين واحد عرفنا يمس شو اسمه هاي اسمه يمس الأنماط انتوا بالسنوات الجاية هتتعلموها بالتفصيل والدروس الجاية هتعرف شو يعني مربع العدد ومكعب العدد هناخد شغلات كثيرة بتخص الأساس فحتصير هاي الأمور واضحة بالنسبة إليك إن شاء الله ويعطيكم العافية سادس ترجمة نانسي قنقر